بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه تحية طيبة مباركة إلى الأحباب والشرفاء الذين هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس الذين رفع قدرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بوصفه لهم بأنهم الطائفة المنصورة والطائفة المؤمنة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قالوا وأين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس أحباب الكرام هأنا أزف إليكم التحايا والبشريات وبإذن الله عز وجل نحن ننتظر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيتكلم الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل ويا أيها الصهاينة المتصهينين ويا الكيان الصهيوني يا من حرقتم بيت المقدس اعلموا بأن هذا الحريق لا زال يحترق في قلوبنا ولن ينطفئ حتى نخرجكم من ذلك خليل التائب من ليبيا